شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن الشريحة الأولى من دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو ويأتي ذلك في ظل الترامل العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لسيما بعد توقيع على اتفاقية ترفيع مستوى الشراكة بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة إذ يشهد المؤتمر توقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركاء المصريين بقيمة تبلغ أكثر من 40 مليار يورو في العديد من المجالات والقطاعات